السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاءة أجدد بسعب معكم دايما الحوثي يهدد بعودة القتال وإلغاء كل التعهدات والهدنة والاتفاقيات مع التحارف العربي أو مع المجلس الانتقال في عدن أوامر إيرانية من الملالي بالتصعيد الحوثيين داخل اليمن واضح جدا أن فيه ضغوط من إيران على الحوثيين لممارسة ضغوط على الملالي بالتصعيد السعودية إشعال الموقف في اليمن رغبة إيرانية لممارسة الضغوط والتفريج عن الضغوطات والانفجار الداخلي في إيران رسائل إيران بعودة المحادثات الرسمية مع السعودية لم تعر انتباها ليه الملالي بالتصعيد السعودية فكان هناك تصعيد أكتر من إشارة تؤدي إلى تصعيد الحوثيين بأمر إيراني أول شيء تصريحات مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للعصابة الإجرامية شعة الشارع الحوثيين أيضا تويتا مهمة وأكتر من تويتا في خلال 24 ساعة لحسين العزي أيضا أحد القيادات المهمة ومؤثرة اللي من تويتات بتاعته تعرف الرسائل الحوثية والرسائل المجوسية من على لسان شعة الشوارع واضح أن الحزاء الملالي في اليمن يتحدث بأن لا اعترف بأي اتفاقيات أو أي هدنة وأن الفعلا الهدنة انتهت ولكن هم بيشوفوا قد إيه ممارستهم للضغوط هتجد نفع مع مقربية السعودية أيضا لقاء أمير عبداللهيان أو وزير خارجية إيران بمحمد عبدالسلام مسؤول ملف المفاوضات السياسية لإستمرار الهدنة أو عدمها أيضا لقاءه وإيه الغرض من اللقاءات دي كلها كلام خطير جدا مهم الحقيقة أنه عضو مجلس القيادة طارق صالح أحد القيادات المهمة في مجلس القيادة للمجلس الرئاسي اليمني في عدن أكد فيه تويتا مهمة جدا أهمية استمرار الاستعداد القتالي لمعركة مهمة ضد الميليشيات الحوثية إيه سر الوقت اللي هو بيتكلم فيه دي وقتها هل فيه معلومات استخباراتية أم تجهيزات أم أنه الهدنة مش تستمر وإيه دا أنه طارق صالح أنه يصرح التصريح في الوقت الحالي رغم الهدوء اللي كان بيعم اليمن وأنه كل واحد شايف سكته وده مستكين وده مستكين لكن حقيقة الحوثيين مش مستكينين خالص الحوثيين حتى في ظل الهدنة كان بيبقى فيه ممارسات للتصعيد لكن بسيطة شوية لكن منذ انتهاء الهدنة وخاصة انتهاء كاس العالم الحوثيين مرسوا ضغوط كبيرة جدا بإرسال مسايرات مفخخة بالهجوم على مقرب وأيضا مدن أخرى ولكن الحقيقة أنه تصريحات طارق صالح العميد طارق صالح مهمة جدا وأنهما بيتكلموا عن الإشارة لمعاناية الشعب اليمني وضروري أنه استمرار المعركة ضد الحوثيين الإرهابين فيه عشرين تلاتة وعشرين هنا بيشير طارق صالح لعشرين تلاتة وعشرين لكن هنا بننتقل إلى مهد المشاط مهد المشاط صرح تصريحات مهمة جدا أمس حتى نقلتها كل وكالات الأنباء وخاصة اليمنين مؤيدة لحوثيين شعط الشارع وأيضا الإيرانية كلها واهتمام وسائل إعلان الإيرانية من صحيفة كهانة مقربة من الحرس الثوري وأيضا من الصحف الإيرانية حتى وكالة تسنيب الإيرانية وإيرنا الإيرانية وكالة مهر الإيرانية وكل دول نقلوا تصريحات مهد المشاط عن عمد تصريحات مهد المشاط بيكلم عن أنه الهدنة أصبحت هشة وننتظر عودة الحرب هو بقول كده بالحرف الواحد الهدنة أصبحت هشة وننتظر عودة الحرب وهم بيساوموا على المرتبات ورفع الحصار والمحروقات والنفط وإنهم عايزوا أقول لكم لو حتى التحالف ووافق إنه يكون فيه أموال هو مش يمضي الهدنة هاتطر يلجأ لأساليب أخرى لطلبات أخرى دايماً لما بيطلب طلبات بيزودها هو مش عايز طلبات هو في الآخر إنه هو عايز ينفذ أوامر الملالي لكن الحقيقة إنه مهدم مشات أطلق تصريحات أخرى مهمة جداً وبيؤكد أن الاستعداد القتالي لشعة الشوارع واستمرار التصعيد على الجبهات ودعم المقاتلين بصورة فجة يعني هو لما يجي يقول دعم المقاتلين اللي هو مشعة الشوارع واستمرار التصعيد يعني كلمة استمرار التصعيد دي صعبة ما ينفعش إنه هو يقولها لكن قالها على الجبهات يعني مش على مقرب فقط على جبهات أخرى وأيضاً كلام مهم جداً في الفترة الأخيرة في خلال الأيام القليلة الماضية يعني من 24-48 ساعة 72 ساعة الحثيين يطلقون مسيرات مفخخة على مقرب ويتم إسقطها لكن أيضاً تم الاستهداف في بعض الأماكن لعمليات ضبط لتهريب أسلحة للحثيين تم ضبطها فين منطقة فيه جنوب اليمن كان بيعد تهريب مسيرات تم ضبطها ولكن مش كل الصحف هتمت بالأمر ده أيضاً تهريب الأسلحة من الجنوب منين؟ إما عن طريق السواحل الجنوبية إما عن طريق الحدود العمانية والطريق ما زال سالك ليه تهريب الأسلحة ليه الحثيين ولكن تم ضبط الأسلحة في أحد الكمائن وأنه أعلن عن ذلك أيضاً إسقاط مسيرات حوثية من الدفاعات الجوية في مقرب ولكن الحوثيين في الفترة الأخيرة ابتدوا يمرسوا مزيد من الضغوط والتصعيد على المواطن اليمني نفسه يعني تم إعدام عدد ليس قليل من اليمنيين في مناطق الخاضعة لتحت الإنقلاب الحوثي وده أمر يزيد الشحن المعنوي من المواطنين من احتلال الحوثي أيضاً فيه شيء مهم جداً حصل في خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية الأسابيع الماضية كان يعول على أنه مبعوثي الأمم المتحدة أو مبعوثي الأمريكي الخاص بي اليمن تيم لندر كينج وأيضاً هانز جرودنبرج المبعوثي الأممي اللي بيتخذ من مسقط مقر له بي اللقاءات الرسمية ما بين مكتب السياسي والمكتب المفاوض من شعة الشوارع محمد عبد السلام اللي بيمثله وأيضاً ما بين المسؤولين الأمم المتحدة لحقي أنه كان دايماً الهدنة بتستمر بمجرد لقاء واحد من هانز جرودنبرج تستمر الهدنة يعني تكون الهدنة مستدامة والأمر ده حصل من إبريل الماضي وتم تجديده كل شهرين اتنين يعني تم تجديده في شهر ستة وشهر تمانية وجينا في أكتوبر لم تجدد فانتهت في اتنين أكتوبر الماضي الهدنة حين نتكلم ده وقت في تسعين يوم من هدنة غير رسمية ولكن تصعيد الحوثيين الآن وعدم مقابلة القيادات الحوثية سواء المسؤولي الحوثيين في مكتب مصقط لم يلتقوا بهنز رفضوا رفض تام من كل القيادات الحوثية لمقابلة مبعوث الأمم المتحدة بل وإنه كمان احتدوا عليهم في تصريحات لأول مرة تحصل كان دايماً مسؤولي الأمم المتحدة أو المبعوثين الأمريكيين أو حتى السفير البريطاني في اليمن كانوا دايماً بيمرسوا ضغوط على المجلس الانتقالي وأن هم يوفقوا على كل طلبات الحوثيين لكن دلوقتي الحوثيين كمان مش راضين يقابلوا الوسطاء اللي هم بيمررهم كل شيء يعني أصبح الأمر غريب جداً يعني انقلاب الحوثيين على مبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الأمريكي شيء غريب جداً لأول مرة يحصل منذ سنوات الحوثيين قبلوا قيادتهم قبلت الوزير خارجية إيران في مسقط منذ حوالي خمسة أيام واللقاء دوت احنا صلطنا عليه الضوء ولكن في شيء مهم جداً في الغرض من اللقاءات دي الوفد الرسمي الحوثي اللي هو شبه مقيم في مسقط كلما حاولت أطراف إقليمية ومنها أن مسقط نفسها أرسلت مسؤولين لصنعاء برسائل من التحالف العربي بأنه استمرار الهدنة ولكن لأول مرة يتدخل الوسطاء من سلطنة عمان ولا يتم تحقيق الهدف ورفض تان من الحوثيين ده ارتبط بعد مباشرة بعد ساعات بلقاء وزير خارجية إيران بالوفد الرسمي الحوثي يعني المعنى هنا من الكلام أنه كلما جاءت أطراف إقليمية ودولية لإنهاء الحرب أو إدفاق اشتعلها واستمرار الهدنة تجد أن لقاء مسؤولي الدبلوماسية الأول اللي هو وزير خارجية إيران بالوفد الحوثي الرسمي يعيد تعيد إيران مرة أخرى الحوثيين والأطراف الإقليمية في التفاوض إلى مربع التصعيد العسكري وأن يتم رفض الحوثيين بعد لقاء المسؤولين الملالي مباشرة بيكون رفض لشروط الهدنة الكلام ده ظهر بعد حسين عبداللهيان أو بعد وزير خارجية إيران ملتقى بالوفد الرسمي الحوثي ما فيش لتنفيذ أي شروط للاتفاقيات والهدنة تجد إن فيه تنفيذ لمشروع إرهابي في المنطقة بس وإشعال المنطقة والحوثي اللي هو حزاء إيران في اليمن بيمارس تصعيد بأوامر إيرانية هنا ننتقل إلى حسين العزي أحد أبواق الحوثيين وشعة الشوارع إنه بمجرد ما تأتي أوامر بلقاءات حوثية إيرانية يطلق حسين العزي تصريحات تكون عنيفة جدا وتعبر عن ما في جوف شعة الشوارع أو ما في جوف النظام الملالي يعني رسائل إيران عبر تصعيد التصريحات والمسؤولين شعة الشوارع عبر التصريحات من التويتات دي نشوف التويتا لحسين العزي بيقول إنه في التغريدة إنه صنعاء لا تعترف صنعاء دي يعني الحوثيين يعني لا تعترف أي اتفاقيات مع حكومة عدن العليمي رشاد العليمي يعني المعين من دول العدوان بيعتبر إن السعادية والأمارات دول العدوان وبيعتبر الحوثيين اتفاقيات العليمي عديمة ملاش قيمة عندهم يعني يعني بالبلد دي كده بلو وشربوا ميت يعني الاتفاقيات اللي احنا مضناها مرتين ثلاثة دي بلوها وشربوا ميت وإن ليس لها أي قيمة قانونية ولا تحوز أي صفة الزم مع الجماعة مع جماعة الحوثيين ومن الجيد بيقول يعني ومن الجيد يعني افهموا بقى اللي جيد هو بيوصل الرسالة دي بيقولوا من الجيد إن انتوا تدركوا الحقيقة الآن أن يعني أننا طبعا هو قال كلمة كده ملاش لازمة بيقول يعني إن احنا سنبسق في وجه أي جهة تستند لأي اتفاقيات مضوا عليها قبل كده يعني أي اتفاقيات احنا مضنا عليها احنا مش ملتزمين بها ده الكلام اللي أنا قلته من عشر شهور واثناشر شهر على إن الحوثي والمجوسي واليهودي واحد لا معاهدات لا اتفاقيات لا التزام لا أمان غدر خصة ندالة ضمار دي وظفتهم يعني احنا هننتظر ايه من شعة شوارع دم لهمش عهد ولا لهم أمان بيقول لك اي اتفاق احنا مش ملتزمين بيه وما فيش اي صفة الزام لأي اتفاقيات وبقول لنا اي اتفاقيات عديمة ما لهاش اي لازمة هو ده الحوثي الحوثيين يمرسوا التصعيد الآن عبر تصريحات مهد المشات وعبر تصريحات حسين العزي وايضا تصريحات اخرى لحسين العزي كلها في الاتجاه واحد وهو التصعيد عدم لقاء مبعوثين الامتحدة او مبعوث الامريكي وايضا مسقط اللي هي خيرها على الحوثيين قبلوهم ولكن لم يوافقوا على شروط الهدنة اصبح الحوثيين اوامر ايران ليهم بالتصعيد ودي رسائل ايرانية بالتصعيد ضد التحالف العربي لكن لا اعتقد انه يجرؤ شعة الشوارع على اطلاق مسيرة تقترب من الحدود السعودية لا اعتقد ذلك لانه مكانة السعودية الان ووجودها الان مختلف عن قبل كده وده اللي ايران عارفة كويس التطور السريع للسعودية ومكانتها لا الموضوع هيبقى صعبة على الحوثيين وهيبقى صعبة على ايران نفسها يعني او على الملالي لكن عشان نتكلم عن شعة الشوارع اللي هما يعتبروا حزاء ايران في اليمن لكل حزاء صلاحية يعني يعني مفيش حزاء بيقعد في يعني قدم اي حد اكتر من عشر سنوات يعني ده كتير قوي فاستحالة استمرار هذا الحزاء اكتر من كده لانه شعة الشوارع ان كانت حزاء في قدم الملالي فقدم الملالي سيتم بتراها من المنطقة قريبا جدا حافظ الله جميع سدعكم الله الذي لا تدع ودعه اشتركوا في القناة